السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة من وصفات ام هيتم اليوم ان شاء الله رحمة الرحيم سنشارك معكم حلوة اكتر من رائعة حلوة الياغورت بدون زبدة وبحبتان فقط من البيض ستحصلوا على حلوة لكتجير طباكة جيشة وكتدوب في اليد قبل الفم وبكمية اللي هي وفيرة ان شاء الله الفيديو ديال اليوم من الاعجاب ديالكم كيف لعدا ما تنسوش خليولينا لايك للتشجيع وما نطورش عليكم خليكم مع الفيديو للاخير باشتعرفوا معنا على المقادير وكذلك باقي مراحل التحضير وعلى بركاته الله غدي نحتاج كمكونات جوج حبات ديال البيض دائما البيض من الافضل يكون حجم لي هو كبير غدي نحتاج كذلك علبة ديال الياغورت بنكات الفانيلا ووزن العلبة 110 جرام بالنسبة الياغورت بالفانيلا ممكن تعودوه بياغورت طبيعي بدون سكر وبدون نكها وانتم ما تحكموا في النكها اللي بغيتو بالنفس العلبة ديال الياغورت هي اللي غدي نعبر بها هنا جوج علب ديال السكر حبيباتي يعني هذه العلبة ديال الياغورت عبرت بها جوج علب ديال السكر وجوج علب ديال زيت النباتية نتمنى تكون فكرة واضحة علبة ديال الياغورت هي اللي عبرت بها السكر وعبرت بها زيت النباتية غدي نحتاج كذلك ان شاء الله كمكونات الساشي ديال الفانيلا كنكها و جج أكياس دي الخميرة الحلويات كلها كيس فيه 8 جرام بالمجموع 10 جرام دقيقة طبعا نوعية جيدة خاصة بالحلويات زائد القبيصة دي الملحة ندوز مباشرة للطريقة اللي غدي نبدأ بالقبيصة دي الملحة كيف العادة الحبتان دي البيض عندي هنا كيف كتليكم علبتان دي السكر حبيبات يعني العبا دي الياغورتية اللي غدي نعبار بها جج علب دي السكر حبيبات و جج علب دي الزيت النباتية غدي نضيف عليهم كدليك الساشي دي الفانيلا كنكها و نخلط المكونات جيدا منها نفكك الحبتان دي البيض عفوا و كذلك نحاول ندوب شوية و حبيبات السكر من بعد كنضيف عليهم العلبة دي الياغورت بناكات الفانيلا وزن العلبة 110 جرام كنخلط كذلك المكونات جيدا حتى كي نسجنوا مع بعضياتهم و غدي نبدأ بإضافة الدقيق بالنسبة للدقيق فكيف كتليكم أنا استخدمت هنا نوعية جيدة خاصة بالحلويات غير باش نعطيكم مقادير ليا مضبوطة و ممكن يعني تستخدموا دقيق متعدد لاستعمالات او للضايق يعني الدقيق الأبيض اللي كنخدمو به الخبز ماشي مشكي فكنبقى بإضافة الدقيق شوية بشوية زائد الخميرة دي الحلويات اللي هي 16 جرام كيف شو معايا حتى غدي نلم العجين ديالي و غدي نتحصل على العجين اللي كيف كتشوفوا معايا رطبة انتو ملاحظوا معايا القوام ديالها عجين اللي هي رطبة ممكن تلتسقش في اليدين نهائيا بالنسبة لكمية ديال الدقيق اللي حتجيت معاها فهي 700 جرام بالضبط او ما يعديل السبع كؤوس من كيسان اللي بلي مكيكونوش عامرين و نعاود نأكد انا استخدمت نوعية جيدة فمباشرة بالنسبة للتشكيل غدي نستعن هنا بشوية ديال زيت النباتية باش ما كيل تسقش لي العجين في اليدين ديالي واللاطة بالنسبة لللاطة ممكن تستخدم ورقة طهيئة عندكم او لدهنوها غير بشوية ديال زيت النباتية كيف ما درت انا اليوم كنناخد كورات من العجين حجم لي هو متوسط ما نسحكمش انكم تديرو حجم لي هو كبير لان الخليط عندنا فيه خميرة الحلويات سوف نديرو حجم لي هو متوسط كنشكل كورة بهات الشكل هدا و نحاول ان ندير تقب هكا في الواسط يعني بالاصبوع ديالي فغدي نستمران بهات الشكل هدا غدي نكمل كميات ديال العجين كاملة اللي عندي او لاطة اللولة و نرجع ان شاء الله باش نطيبوها بالنسبة للطياب فضروري الفرن خاص يكون مسخن من قبل نار اللي غدي تكون مهيلة بالنسبة للفرن كهربائي كتكون على مية وتمانين دراجة من الاسفل طبعا حتى غدي الطيب تاخد لون عد نحمرها من الوجه ديالها هدا الحلوة هدي طبعا فاش غدي ندخلوها الفرن غدي تنفخ بفعل خميرة الحلويات و هديك التقب غدي بقى يتسد شوية فضروري انكم في منتصف الطهي او لف المرحلة الاولى ديال الطهي غدي تعاودوا تحلو الفرن و غدي تعاودوا اضغطوا على هاد الحفرة هدي بالاصبوع ديالكم باش ما كتطلعش فيها العجينة و كتبقى محافظة على الشكل ديالها من بعد هنا من بعد ما كتطيبها انتم لاحظوا معايا الشكل ديالها كتطيب هكا و كتاخد لون من الاسفل و كذلك من الوجه ديالها و نعاود نأكد على ذيك الحفرة يعني في المرحلة الاولى ديال الطهي منين تنفخ هكا يدخل معها الطيب و تنفخ فعاودوا تبركوا على ذيك التقب باش ما كي يطلعش او لكي يعمر فعل خميرة هنا بالنسبة للسقوة غدي نحتاج لها جوجكو اوزي الحليب اللي ممكن تعوضهم بماء الزهر طبعا عندي هنا 70 جرام اولى 10 القطع ديال الشوكولاتة السوداء و عندي هنا علبة ديال الكاكاو الحل اولى بودرة الشوكولاتة من فئة 100 جرام كيف كتشوفوا معايا فمباشرة غدي ناخد واحد الكاسترول اولى طنجرة و غدي نوضع فيها الكأسا ديال الحليب اللي كي بكتليكم ممكن تعوضهم بماء الزهر انا كنفضل الحليب احسن يعني كيجي ماداقه احسن و اللي كيعجبوه انك هات ماء الزهر فيخدم بيها كنوضع الكأسان ديال الحليب عفوان في الكاسترول و كناخد هاد الكاكاو الحلو اولى كاوبين اللي عندكم اولى الكولاكاو 100 جرام كنخلط هاد المكوينين مزيان 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 ما بديتهم حتى كنساجموا من بعد كنوضعهم فوق نار اللي هي متوسطة حتى كيوصل لي هاد الحليب هادا اول هاد الخالد لمرحلة الغليين اولى كيجيب ليه الغلية كيف ك مباشرة كنضيف هاد القطع ديال اشوكولاتو كنحرك مزيان مزيان حتى كيدوبو صفي هنا من بعد ما كيدوبو كيفشتو معي و وجدت هنا الكوك اولى جاوز الهند كناخد الحبات ديال الحلوو كنغطسهم مزيان مزيان هنا اقف الخليط من بعد كنستقطرهم مزيان كنقلبهم انتم كيف كتشوفوا معي كنحاول دا كتقب يكون من الاسفل و انا كنقطر باش مكيبقاش عمر ليه بالخليط ومباشرة كنضوزهم اولا كنوضعهم هنا في جاوز الهند هنا كيف لاحطوا معي انا الخ الخليط مازال عندي سخون بزاف فالحبات غير نحررهم غير واحد شوية و نصفيهم و نوضعهم في جوز الهند إذا كان عندكم الخليط اللي هو دافي أو بارد فكتخليهم واحد ثلاثين ثانية حتى الاربعين ثانية كتحركوهم مزيان باش كيتشربوا لكم الخليط مزيان و من بعد هاد الحلوة هادي تجيكم مرتبة و تجيكم هشيشة و فتية سوفينا غاد نستمر غير بهالطريقة هادي نوضع الحبات دي الحلوة في الخليط و نعود نأكد إذا كان عندكم الخليط بارد أو دافي فكتوضعوا الحلوة ديالتكم و كتخليوها من ثلاثين حتى الاربعين ثانية حتى كتترب لكم شوية هادك الخليط عاد كتوضعوها في جوز الهند فغدي استمرنا نكمل الكمية كاملة اللي عندي و نرجع معكم إن شاء الله باش نزيينوها سافية انتم كيف كتلاحظوا معايا من بعد ما كنكمل الكمية دي الحلوة كاملة اللي عندي غدي ناخد هنا الشوكولاتة للتزيين فغدي ناخد كمية من الشوكولاتة اللي دوبتها و كنحاول نعمر به هاد الحفيرة سنا ما غديش اخد منكم كمية اللي هي كتيرة بالنسبة للشوكولاتة السوداء طبعا ممكن تعودوها بالكرامل غدي اعطيها نكها كدلك و منظر لي هو مغاور و تزيين كي يبقى اختياري فإلا درتو غير شكل عادي يعني شكل أصابع أو الأغريبة عادية ما غدي تشتاجوا انكم تزينوها بالشوكولاتة فغدي نكملهم كامل كيف كتلاحظوا معايا و كخطوة اضافية كتفقة اختيارية غدي ناخد كذلك الكمية المتبقية من الشوكولاتة غدي نديرهاك في واحد البلاستيك ندير تقبله ورقيق بزاف بزاف و كنحاول ندير هكا واحد الخطوط على شكل زيك زاك نكملهم كذلك كاملين بنفس الطريقة نخلي هذيك الشوكولات تحتها غدي تتماسك و تشوفها معايا إن شاء الله في التقديم و كذلك الشكل النهائي و كان هذا هو الشكل النهائي ديال حلي و اللي صايت معكم اليوم حلي و اللي أكتر من رائعة حلي و اللي هي قديمة طبعا ماشي جديدة حل و اللي كنا نديروها زمان ما كناش نديرو تقبل فيها كنا نديروها بشكل عادي بشكل غريبة و كنزينوها كذلك بنفس طريقة و بنفس سقوة كتجي بنينة كتجي خفيفة وهشيشة بزف القوام ديالها و المدق ديالها قريب قريب نوعا ما من حلوة ديال ريشبوند غير هذي طبعا كتكون بنكة الشوكولاتة كتجي رطبحتها هي بحل ريشبوند كتجي خفيفة بزف كتجي شيشة وفتية و خامة فيها ش زبدة أنتو ما لاحظوا معايا الشكل ديالها من بعد ما كنقسمها غير كنقيسها كتدوب كيف كنت لكم في اليد قبل الفم بالنسبة لعدد الحبات المتحصل عليها فهي بالضبط 82 حبة من هذا الحجم هذا بالنسبة لطريقة الاحتفاظ في العادة كيف العادة فانتم كدروها في علبة محكمة الإغلاق ضروري علبة محكمة الإغلاق وكتحتفظوا بها في التلاجة ضروري هذه الحلوة هذي تحتفظوا بها في التلاجة ماشي خارج التلاجة تمنى اقتراح اليومين الإعجاب ديالكم كيف العادة ما تنسوش تخليوا لينا لايك للتشجيع شاركوها مع أحبابكم وصحابكم وفي مواقع التواصل الاجتماعي وإلا كنتوا من الناس لأول مرة كيشاهدوا القناة فمرحبا بكم وألف مرحبا ما تنسوش تضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا جرس تنبيهات باش توصلوا بجديد الفيديوهات بعدك أنكم وصلت نهاية وصفة اليوم مع وصفات أخرى إن شاء الله مسلا